كيف من الممكن أن يكون شكل سوريا المستقبلي هل سيكون هناك تقسيمات لسوريا أم أن الحديث عن هذه المرحلة مازال مبكرا شوفي يعني هو السيناريو غريب اللي راح أتكلم به أصلا لكن هو لا يوجد غير هذا السيناريو أولا هذولا ما راح يندفعون باتجاه طرطوس واللاذقية مدن الساحل العلوية تعرفون محتمل بأنه بشار الأسد يترك دمشقيا يذهب إلى القرداحة يعني سيدافع من خلال القرداحة واللاذقية وقرطوس يعني هذا محتمل طرطوس أو هذه بانياس هذه المناطق اللي على الساحل لكن يعني هذا السيناريو يعني أراه كبيرا جدا لكن هل سيبقى في الشام في دمشق هل هناك من سيمنع سقوط دمشق لكن يعني أرى أنه ستكون واضحة يعني سوريا لن تجتمع من جديد لأنه قسد قوة سوريا الديمقراطية أخذت دير الزور والبوكمال والتجهد شمالا منبج وغير منبج وهذه أخذت شمال شرق سوريا هذه الفصائل وهيئة تحديد الشام راح سيطر على البقية السورية الدروس مشكلة أن يعملونهم أقليم ويبقون العلوية موجودين بالساحل وهذا مكانهم يعني هو الوضع محزن يعني حقيقة الوضع محزن نعم طيب سيد سرمد هناك سؤال يتبادر إلى ذهن الجميع بالتأكيد لروسيا ورقة رابحة تلعب بها الآن وهي أوكرانيا لتتخلى ربما عن دمشق ولكن ما الذي بيد إيران الآن يعني لتراه مغريا أكثر وتتخلى عن دمشق بسببه أو تتخلى عن الأسد هي كل المشكلة إيران والهلال الشيعي هو والمشكلة الأكبر هم هيعتهم حماية إسرائيل الآن شخصة والخطورة على إسرائيل تأتي من الهلال الشيعي يعني إيران تركيا إيران أفو إيران العراق سوريا جنوب لبنان هذا لازم يقطعوا الهلال الشيعي لازم يقطعوا كم تكلموا عليه شوفوا جيته بعد ما دخلوا في وقف اطلاق النار مع حزب الله والقصف الشديد على حزب الله والهدي الآن حزب الله إذا يريد يجيب سلاح إيران هي الدعمة الآن وقفوا هذا الخط إذا وقفوا هذا الخط إسرائيل ضربت اليوم الحدود اللبنانية وهذه أيضا رسالة ربما تريد أن توجهها إسرائيل ضربت العريضة يسموها أو العريضة ما عرف والله الآن إسرائيل بالمناسبة طائراته تحوم فوق الحدود السورية العراقية وتحوم فوق الحدود السورية اللبنانية ليشاهدوا أي حركة ليقصفوها نعم يعني في هذا موضوع غريب جدا موضوع مشتبك مشكلة يعني مشكلة في هذا لكن أنا قلت لك المهم الأول عندهم أمريكا حماية إسرائيل وأعتقد أنه يتحقق هذا الشيء جزء في جزء نحن نسأل أنه الله يسلم العراق من أي مؤامرات ممكن أن تحقق نتمنى ذلك سيد سرمد سؤال سريع وعلى عجالة قبل أن أنهي وإياك كون حضرتك مقرب من مصادر القرار هل لديك أي معلومات حول قرارات مرتقبة حصرية حول مستقبل سوريا من الممكن يعني أن تصرح بها الآن ولدينا لقناة التغيير يعني أنا قلت لك كلاما واحدا نعم نتخوف من بعض التصرفات الرعناء داخل سوريا اللي قد تجر قد ما نسيطر يعني أنه مو ما نسيطر على قوات المسلحة كتعرفين عندنا فصال مسلحة قائدية هي هاي المشكلة يعني أنه قد لا نسيطر ما يمكن نسيطر عليها الآن هم ما متحركين نهائيا إلى سوريا لم يعبر أي واحد لكن أنا أقول لك قولا واحدا ثابتا الشيء للقاعدة عن القوات المسلحة ليس مع تدخل أي تدخل عسكري داخل سوريا حتى عندما أوضع عليه أنه ندخل 10 كيلو أو 12 كيلو داخل أبدا القوات ستبقى على الحدود غير هذا الكلام ما رح تسمعين اشتركوا في القناة